سلام عليكم مرحبا لمتسبعي قناة الحميدي اذا ان شاء الله من خلال هذه الحلقة سنضرع الاعتقال تلميذ بسبب صورة ايه بسبب صورة يقدر يكون العنوان ما كي الخش للموضوع لي بغيت ان تطرق له ككل لكن سمعوني مزيان شو سنقول لكم وهذا العنوان ما هو الا قنطرة دو واحد المجموعة من الحويج اللي بغي نتطرق لها من خلال ان شاء الله هذا الفيديو هذا اذا اعتقال تلميذ بمدينة تيفلت اذا جرى اعتقال تلميذ بمدينة تيفلت يدرسوا بالسنة الاولى باكالوريا بعدما النشر صورة مركبة لوزير التربية الوطنية والتكوي المهاني والتعليم العالي والبحث العلمي الناتق الرسمي باسم العكومة يدعو فيها الى ارتكاب جريمة صريحة في حق الوزير ويفق شوفوا كيف شفوا الموضوع بانه جريمة صريحة في حق الوزير ويفق مصدر المطلع فقد رافقت صورة تعليقات للمتعلمين والمتعلمات تدعو الى اقرار سنة بيضاء وانجاح جميع التلميذ بصفة استثنائية التلميذ الذي تم اعتقاله اليوم نشر رسما لعملية اغتيال ولي عهد النمسا علي الطالب سربي مع وضع رأس الوزير ما كان رأس ولي العهد شوفوا الاخوة راه انتو ما يقدر تباني لكم ان هذا الموضوع هذا بانه موضوع يعني كندحكوا عليه او لا موضوع كندس هزقوا منه او لا موضوع يعني بغين غين تنزو اه من خلاله يعني بهذا المعنى هذا لكن الاخوان الامر ماشي هكا الامر ماشي بها الطريقة اللي انتو ما تسفكروا اه بها اذا غادي نحاول ان اعتقوا معيني واحدة المجموعة من الحويج اللي كان اعتبرها بانها اه خصف اي تلميذ فيكم انه يكون عارفها تماما اذا اضافة الى عدد من الاخبار الزائفة التي لا اساس لها من الصحة بحال لاش بحال نشرين في مجموعة من المواقع ديال ديال الفيسبوك او لمواقع تواصل الاجتماعي بصفة عامة تيقول لك بان اه اسمه هكا اعطوا عنوان السبت الحاسم تيقول لك النار السبت غايكون حاسم غاي خرج لوزير وغاي يقول لي نا ورا وتيخرج في مواقع الرسمية وتيقول لكم بان النار ما كينتا حاجة نهار السبتها الاخوان الله يرحم للمبقش تروجو شي حاجة اللي انتم ما ممتأكدينش منها كين عاو تاني خبار هكي يقول لك هاد العام سنة بيضاء اه باش عرفتون سنة بيضاء وراه وراه هالجيهات الرسمية تتقول بان هاد العام ميمكنش تكون سنة بيضاء وكتخرجون انتم زعماشنو تتكذبو على راسكم اه 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 حساب اسم الوزير ينشر فيه اه اه تفها والاكاذيب كما كنقول احنا ما كن غير غير جيبه في موجول اه حساب اراه اتراه شر لها الوزير في صفحة ديالو وقالك بانا شي واحد كي يستعمل اسم ديالو فا ارا منحقي انني نتابعو اخوار ومنحقو انه يتابعو راجاء راجاء ان تتبعو الاخبار الصحيحة من المواقع الرسمية اخوان اه ايضا بغيت نقول لكم بان اي واحد ما اعطاكو مش للمصدر يعني لمصدر مناش جاب المعلومة ديالو فما كين لاش تتيقو لخبر ديالو ماشي اي واحد يعني خرج بخبر معين بدون اي مصدر تتيقوه انتوما الاخوار هذا هو سبب ديالها لك ديالكم وسبب ديالها لك واحد مجموعة للناس لي اه ما تتعرفش كيفاش ميز ما بين الخبر الصحيح والخبر يعني غير صحيح دائما تما كنقول لكم سيروا المواقع الرسمية خدوا الخبر منها ودائما اي واحد حاول انه اعطاكم عيني الخبر تأكدوا او لا طلبوا منه المصدر طلبوا منه المصدر اخوان اذا رجاء انا هذا الموضوع في غاية من الاهمية كنتمنى انكم تبارتاجيوه مع الاصدقاء ديالكم باش تجنبوا واحد مجموعة يعني بالمخاطر اتمنى لكم حد موفقوا الى الحاقة القديمة ان شاء الله